هذا الرجل الآن هذا اعتقاده بغض النظر هل سهمتنا ما مراد من التاريخ ما أدخل ولكن أريد أن أجيب على هذا السؤال كيف أجاب عنه هذا الذي يعتقد أن الآلهة وين انطبخت في انطبخ التاريخ إذن إلهي لو مو إلهي حتى إذن يريد يجر النار إلى قرصه أو إلى الإلهيين لأنه إذا كان وأقل بعبارة الكتابة أنا ما أريد أن أتكلم عن جمال علي الحلاق أنه هو موحد أو ماذا منكر عنوان الكتاب لا يشير إلى أنه يريد أن يدافع عن الدين انظروا ماذا يقول عن جواب السؤال الثالث في صفحة 56 أعزائي هذه عباراته والكتاب مطبوع أعزائي في 2012 أعزائي قد تبين يعني جديد جدا الطبعة الأولى منشورات الجمل ألمانية 2012 مولانا يعني قبل خمس سنوات أعزائي جيد يقول بحسب النظرية النسبية العامة التفتوا فإن الزمن هو البعد الرابع طوله عرضه عمقه شنو ها زمن يكون قد بدأ مع الانفجار الكبير لأنه قبل ذلك هوكينغ وغيره كلهم يصرحون أن الزمن بدأ مع ماذا مع الانفجار اللي هو قبل 15 مليار سنة أعزائي جيد وبالتأكيد فإن النظرية يعني نظرية النسبية العامة مو الخاصة لأنه إن اجتائي عند الخاصة والعامة ده أتكلم عن العامة اللي هي في الثانية العامة الثانية والأولى كانت خاصة وبالتأكيد فإن النظرية تبدأ مع الانفجار التفت ولا تتناول حالة الكون الأولي أو شكله الأولي قبل الانفجار ماذا كان يوجد يقول العلم إلى الآن ما هو ساكت عجز لا يستطيع أن يقول كان عدم كان وجود هذا الوجود مادة ما شنو كان طاقة شنو كان المهم العلم الآن شوفوا عجز العلم شوفوا عد هذا يستطيع أن يتكلم بشكل إطلاقي أو لا يستطيع نعم في حدود علم يقدر يتكلم وبالتالي فإنها لا تتحدث عن حجم وحدود الكون قبل الانفجار عجيب يعني قبل الانفجار هم أكو كون يقول بالي منو قال لك ما أكو كون منو قال لك ما أكو كون بس إحنا نعرف عنه شيء أو لا نعرف لا نعرف لأن الكون يصمت عن ذلك يعني له رأي أو لا رأي له لا رأي له ومن لا رأي له يقدر يحكم أو ليست لا حد قدر على الحكم والمراصد الفلكية عاجز لحد الآن عن قراءة هذا الصمت العلمي أي العلمي مني فالذي يمكن رؤيته وسماعه هو الدوي الانفجار الكبير أما قبل ذلك ها؟ عندنا معلومات أو لا توجد وسرعة ابتعاد المجرات وانتفاخ الكون كبالون يقولون الكون ده يتمدد بسرعة شنو؟ ها؟ هائلة 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 أصلاً لا تقاس لا يمكن ليتخيلها الانسان هيدا يتمدد يقولون وهذا خير دليل على أنه له بداية القائلين لماذا؟ لأنه إذا كان أزلي لا معنى لينجنوا يتمدد وإنا لموسعوا هذا العلم دي وسبب لا أقل نظرياته بغض النظر سؤال خلي ذهنك يمي سؤال ووفق رؤية كوفمان كوفمان مولانا جاي مطبق نظرية النشوء والارتقاء في عالم الأحياء مطبقها على النجوم والفلكية لأنه مراراً ذكرنا أن نظرية الارتقاء والداروينية مولانا طبقت على العلوم الطبيعية طبقت على العلوم الاجتماعية طبقت على السياسة هذا مطبقها وين؟ ها؟ على ماذا؟ على العلوم الفلكية يقول في قراءة الكون فإننا في حالة القول بخضوع الكون لمنهج النشوء والارتقاء لن نرى إلا المنتصر يعني البقاء للأقوى ممن؟ يا أقوى يا أمو لنا مو الموجودات الحقيقة البقاء للأقوى من النجوم والكواكب والمجرات إلى آخره لأن ما سواه سيختفي أي أن هناك مراحل من تاريخ الكون والحديث يشمل شكل المادة والقوانين المسيرة لها تكون قد اختفت وإلى الأبد كما انقرضت عندنا بعض الحيوانات بعد إلها وجودة ولا وجودة لها يقول بعض القوانين وبعض الأحكام وبعض النجوم والكواكب والمجرات اختفت التفت جيدا أي أن الإنقراض الذي يحصل على الأرض مع الكائنات الحية يحصل في السماوات أيضا مع المادة وهذا يعني أيضا أن عملية خلق الكون اكتملت أم لم تكتمل؟ لم تكتمل بعد وإنا لموسو وأنها مستمرة أنا هم حاشي أعدي مع الأعزة الذين يقولون بأنه هذا النظام ليش بي نقص يا عزيزي هو الكون اكتمل أو لم يكتمل؟ هو انتظر مولان يقول يا أنا أنتظر ثلاثة مليار سنة أقول بيني وابعين الله إذا تريد تصير علمي انتظر مولان حتى يكتمل الكون عدت تقول بأنه جنو كامل لو جنو لو ناقص إذا حكمت إذا واحد يسوي له مجسمة وبعد ما واصل للإيديان حتى يسوي الإيديان يتبقى واحد يقول بينك بابا هذا شون إنسان اللي إيديان ما عنده هذا شون إنسان اللي راس ما عنده ها تقول له بابا اصبر اصبر حتى يكمل وبعد ذلك ماذا لا أقل قول ما أدري لا تقول ماكو هواي فرق بأن تقول ماكو وليس بموجود وبين شنو ها تقول لا أعلم هذا أقول قال لم تكتمل بعده وأنها مستمرة إلى أزمان قادمة بل يبدو لي إن اكتمال عملية خلق الكون ستتوقف فقط عندما يصل الكون إلى مرحلة الانهيار الكبير عندما يبدأ بالانهيار نفهم يعني عندما ينحدر نفهم أنه وصل إلى ماذا إلى القمة ووصل أو لا ها هسا ارجعوا للقرآن متى يكتمل الكون يكتمل ها عند شنو عند الصور المرحلة لا عند الآيات التي قالت بأنه السماوات تنفجر الأرض ها الشكيل البحار ها الشكيل الشمس يعني يبدأ النظام الكوني بماذا بالانحدار عند ذلك نفهم شنو هذي بداية شنو الانحدار خد شم مليار سنة عدت انحدر مدري هما ندري مدري نعم لعله في آن واحد تنحدر لعله شنو ثلاث مليارات سنة شم مدري نعم لا نعلم هذي هما دي يقولون مو أحنا دي نقولها فعند تلك اللحظة ستبدأ المادة الكلية للكون بالانخساف إلى الداخل خسوف كسوف إلى آخره ويتحول الكون تدرون لشنو ويتحول الكون ككل إلى ثقب أسوأ اللي هذا السر الثقب الأسود معلوم أو غير معلوم إذن خلونا معكم الآن انتهى وقتي خلونا معكم إذن إحنا دي نبدأ من معلوم في الكون لو من مجهول لأنه قبل الانفجار الكبير نعلم ونجهل نجهل نجهل فإذن بينك وبين الله تبدأ من مجهول وتريد تسوي لأحكام هذا موجود ذاك موجود منطقي لو ممنطقي يا أخي احترم نفسك مو بس أنت أحترم نفسي وأتواضع للعلم أقول هذا لك مبلغهم من العلم ترجمة نانسي قنقر